البداية الليلة من اليمن فقد حملت المعارك هنا خلال الساعات الأخيرة تطورات غيرت خارطة النفوذ والسيطرة لصالح قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي فعلى أكثر من جبهة تقدمت قوات الجيش الوطني وتساقطت صفوف ميليشيا الحوثي وقياداتها خاصة في معارك الساحل الغربي تطورات تؤكد ما كشفت عنه وثائق سابقة للميليشيات أشارت إلى انهيارات في صفوفها ديسمبر الأسوأ على الحوثيين منذ انقلابهم العام 2014 حسب مصادر عسكرية حيث تستمر قوات الشرعية اليمنية مدعومة بمقاتلات التحالف العربي فالتقدم ميدانيا في محاور عدة على حساب هذه الميليشيات الموالية لإيران عشرات القتلى والمصابين من بينهم قياديون سقطوا في جبهات عدة ففي الساحل الغربي أفدت مصادر بمقتل عشرات الحوثيين من بينهم قيادي يدعى أبو ثابت في غارات للتحالف ومؤجهات مع قوات الشرعية وفي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء سقط عدد من القتلى من القتلى الحوثيين بينهم قيادي في مواجهات مع قوات شرعية كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت تعزيزات ومواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي وغير بعيد عنهم شنت قوات الشرعية في سرواح بمحافظة مأرب قصفا مدفعيا وساروخيا على تجمعات للميليشيات شمال جبل مرتد الاستراتيجي تزامنا مع غارات جوية على مواقع المتمردين في نفس الجبل وفي الجوف قتل قيادي بميليشيا الحوثي فيما أسر ثلاثة من مرافقيه في معارك شمال منطقة اليتمى بمديرية خب والشعف فيما قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع لميليشيا الحوثي الموالية لإيران في أحد المواقع بالقرب من معسكر بمديرية خب والشعف نزيف بشري مستمر للميليشيات الموالية لإيران على جبهات عدة وسط تقدم للقوات الشرعية بدعم من التحالف العربي معنا الآن من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي يحيى أبو حاتم مساء الخير أستاذ يحيى مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار لافت في الآوين الأخيرة بدأنا نشهد أكثر من مسرح للعمليات في وقت متزامن في الوقت نفسه كيف نفسر هذه المسألة أن يكون هناك عدة محاور للقتال هل هذا يعكس توجه جديد ربما من قوات الشرعية مدعومة بالتحالف لانتهاج استراتيجية مختلفة إلى حد ما عما شهدناه في السابق أولا مساك الله بالخير أخي مهند أنت وخي يوسف وجميع المشاهد العزاء حقيقة كما تفضلت هناك تغيير في الاستراتيجية العسكرية بشكل كل اعتمدت في مضمونها على جعل المعركة في اليمن معركة موحدة تدار باتجاه واحد وهو أن الشرعية تسعى إلى أن تفك جبهات في عدة مناطق من ما يعني يزيد من خلخلة قوات الميليشيات وكذلك عدم قدرتها على السيطرة على أكثر من جبهة في آن واحد كذلك هناك مجهودات رئيسية تسعى شرعية إلى أن تكون هي على الواجهة وهناك مجهودات ثانوية كما شاهدنا في بداية الشهر الجبهة الرئيسية كانت تركزت في جبهة الساحل وكانت عملية خاطفة استطاع الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية والتهمية مسنودا بطير التحالف من إحكام السيطرة على مديرية الخوخة وأجزاء من مديرة حيس وكذلك استيلاء على معسكر أبو مساء العشعرية المعسكر الأول في محافظة الحديدة التلتة عملية مباغتة كعملية رئيسية ومجهود رئيسي في بيحان أو في شبوة أدى إلى السيطرة على مديرية عسيلان وشبوة ووصولا إلى البيضاء واستيلاء على مديريتين في محافظة البيضاء هناك عمليات مباغتة تقوم بها الشرعية وقوات تحالف هنا وهناك منما أربك الحوثيين والميليشيات الحوثية ولم تستطيع أن تدير المعركة في أكثر من تجان النظر المفجود أو فقدانها المخزون الكثير والعدد الكثير من قياداتها الميدانية التي كانت تعتمد عليها في إدارة المعارك والتي دربت على المستويات من قبل الميليشيات الإيرانية واللبنانية هناك يعني عزوف من أبناء القبائل على الدفع بأبنائهم من ما لجأت إليها الميليشيات إلى الضغط على المدارس وعلى أبناء القبائل للدفع بأبنائهم حتى الصغار قامت بإجبارهم إلى الذهاب إلى المعركة أو إلى المحرقة أعتقد أن الميليشيات في حالة سيئة وهناك تقدم ومبادرة وأصبحت المبادرة وبيد الشرعية مدعوما بطيران التحالف والتحالف على الأرض أيضا واضح أستاذ يحي في الأون الأخيرة سقوط عدد قتلى وخاصة من الكوادر القيادية كيف أيضا نفسر هذه المسألة هل هذا يعود إلى ربما معلومات استخباراتية بشكل أو بآخر يتم جمعها أو يتم توفرها هذه الأيام لم تكن متوفرة من قبل نعم كل ما يجري الآن على الأرض من استهداف القيادات الحوذية وخصوصا في مناطق سيطرة الميليشيات يدلل بما لا يدعم جانا لشك أن هناك معلومات استخباراتية دقيقة جدا تتلقاها الطيران التحالف والشرعية من أناس على الأرض يعتقد وهو أنصار الرئيس السابق الذي لم تجعل لهم الميليشيات خط رجعة وقامت باكتحامهم وسججهم في السجون من ما أدى إلى تواصلها مع الشرعية وأنضمام الشرعية بشكل أو آخر هناك معلومات عن تواجد الميليشيات في منازل سكنية ولكن نظرا لأن التحالف يعتمد على قانون الاشتباك الإنساني ويرفض أن يخاطر بحياة المدنيين يتجنب قصة هذه الأماكن والتي مؤكد أن فيها قيادة حوثية من ما لجأت إليها الآن القيادة الحوثية فعلا إلى التخفي بين المدنيين لمحاولة أن يكون المدني كدرع بشرية إلا أنهم سيخرجون إن شاء الله ويكونون في المصيد لن يتحرقون الآن في حالة رعب داخلية لم يستطيعون أن يتحركوا في أكثر من مربعات أمنية داخل أمانات العاصمة برأيك أستاذ يحيى أين يجب أن يكون التركيز ونحن نتحدث هنا الآن كمحلل سمعت أكثر من محلل يقول أن التركيز يجب أن ينصب على العاصمة صنعاء لأن صنعاء هي الأهم سمعت آخرين يقولون يجب أن ينصب التركيز على صعدة وهي المعقل الرئيسي مخازن أسلحة صواريخ كل هذه الأمور هناك هناك من يرى أن التركيز يجب أن يكون على جبهة الشريط الساحلي هل برأيك هناك نقطة ضعف أكثر من غيرها فيما يتعلق بميليشيات الحوثي في هذه المعارض أخي الكريم كل شبر في اليمن له أهمية استراتيجية ولكن كما تكلمت أن هناك مجهودات أهم ومناطق أهم من أخرى أنا أتكلم وفي نظري الشخصي أن جبهة الساحل هي أهم جبهة لقطع الشرايان والمتنفس الوحيد الذي تتنفس منها الميليشيات وتتلقى الدعم العسكري من إيران وكذلك البادي من خلال جبايتها للأموال التي تفرضها على التجار وكذلك على سيطرتها على الإغاثة أعتقد أنه فعلا جبهة نهم هي جبهة مهمة وهي الأقرب إلى أمانة العاصمة ولكن مدام الدعم والتعجيزات تصل إلى الميليشيات من عرض البحر ومن ميناء الحديدة فإن الحرب ستطول وأن قدرة الميليشيات سوف تتصمد أكثر ولذلك أعتقد أن العمل في خطين متناسقين وهو الضغط في اتجاه ميناء الحديدة ليس من اتجاه الألخوخة فقط ولكن من اتجاه ميدي وعلى جبهة ميدي أن تتحرك وأنا لها أن تتحرك في آن واحد لكي تشكل كماشة من اتجاهين من اتجاه الشمالي لحديدة ومن اتجاه الجنوبي كذلك معاونة بوارج قوات التعالف من البحر ولذلك تصبح الحديدة في وضع الكماشة أضف إلى ذلك أن على جبهة نهمة تتحرك في نفس الوقت لكي تضعف القدرة للميليشيات في إدارة المعركة في آن واحد وبذلك يكونون في حالة ارتباك وعدم السيطرة شكرا جزيلا لك الأستاذ يحيى أبو حاتم الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من القاهرة